يجي يفكر مثلا تفكير سلبي عن ذاته يقولك أنا فاشل أنا ضعيف ربما الكلام ده بيستقي من كلام الأب والأم والمحيطين خدوا بالكم يعني بيتشكل عقله مع الوقت يعني من الكلمات السلبية عشان كابلك أحذرها وبالتالي هو ممكن يتبني الأفكار دي عن نفسه اللي هي أفكاركم عن نفسه أو عنه ويقول لنفسه أنا خايب وأنا فاشل وأنا ضعيف وأنا جبان وأنا ضعيف في مادة كذا ومش حقدر ومش حنفع وفعلا يعني مش هكون عند حسن ظنهم ومشابه يعني طبعا هنا في أخطاء في التفكير برضو بالنسبة للطلاب أنه طول الوقت رابط يعني مجهوده بمجهود غيره أو أنه بيقارن نفسه بغيره أو أنه عايز حق ذات والده ووالدته مش ذاته وفي نفس الوقت خايف من النتيجة اللي حيبقى يعني الأب والأم والأب حيحرم المصروف والأم هتكرهه وصحابه هبيعادوا عنه يعني بيفكر في النتائج السلبية من الآخرين يعني وفيه أخطاء حوالين الإيه الامتحان يعني طبعا فيه طالب برضو بيفكر فيه خفاقات الماضي يعني هو سقت سنة قبل كده فبيعمم يعني أنا هسقط بعد كده أو جاب درجة قليلة قبل كده فبيعمم هجب درجة قليلة قبل كده أو أنه بيعمم من خلال غيره يعني البنت مثلا بنت خليتها قالت إن امتحان الكيميا كان صعب فبالتالي يبقى إذن اللي هيحط يعني هيجي امتحان الكيميا صعب طب ماهو السن غير السنة واللي هيحط المحان غير الامتحان وظروف غير الظروف وقدرات غير قدراتها تماما يعني وربما هي كانت بتبالغ يعني هي خاوية يعني خايفة من الكيميا كانت السنة دي الكيميا صعبة بس مش معنى كده إن أنا عمم أقول إن الكيميا هتيجي السنة دي صعبة وعقد نفسي مثلا يعني فده تعميم خطأ فما منفعش إن أنا أفكر في إخفاقات الماضي تماما أنا ابن النهاردة الماضي عد وفات أنا يهميني إن أركز على قدراتي أنا مش قدرات حد يعني واخدش كلمة حد وما تبنش يعني أفكار سلبية سواء واخدها من الناس عني أو إن أنا حطتها لنفسي يعني طبعا في البعض زي ما قلت لحضراتكم بيبقى عنده قلق شديد جدا ما قبل الامتحان دايما الألق بيبقى على المستقبل والألق بيبقى تفكير سلبي وبيبقى يعني توقع سلبي إن أنا مش هقدر إن أنا مش هكون إن أنا مش هنفع إن أنا مش هنفع وهكذا يعني في ألق مثلا بيبقى عن الأسئلة هتيجي صعبة طبعا الأسئلة بتبقى مدروسة من قبل اللجان مختصة بالامتحانات في لجان الامتحانات بتبقى لها خبراء وليها مستشارين تربويين في بضع الامتحانات وعارفين أن الأسئلة بتيجي في ضوء الطلب المتوسط فإذا كنت حضرتك أعلى من المتوسط خلاصت الجميل يبقى أنت هتجيب بدرجة عالية فإذا كنت في المتوسط فالامتحان في مستواك وإذا كنت أقل من المتوسط محتاجت أجتهت شوية فالفكرة أنه الامتحان بيجي في ضوء الطلب المتوسط ما بيجيش صعب لأن الصعوبة دي بتبقى في الدماغ بس بتبقى وهمية بهذا الشكل يعني وبعدين فكرة أنه واحد يخرج من الامتحان لك الامتحان صعب هو الامتحان اللي صعب ولا أنت اللي مستواك ما ذاكرتش بشكل جيد ممكن واحد يطلع يقول الامتحان ساهل الامتحان دي ده ده حاجة محطوطة كده نسبية يفرق بقى ما بينطالب مذاكر أو مش مذاكر أو الكلام ده كله صعب بالنسبالك وسهل بالنسباله فما فيش حاجة اسمها إيه أصولا متحان حاجة صعب إيه اللي عرفك ده توقع سلبي للمستقبل يعني فبالتالي ركز على المذاكرة ما تركزش على أن الامتحان هيجي صعب يعني واحد تاني يجي لي ويقول لي أصلا الوقت غالبا مش هيكفي يعني إيه الوقت مش هيكفي يعني من قالك وإيه اللي عرفك الأسئلة اللي هتيجي وكم سؤال والوقت هيبقى قد إيه عصلا معروف أن الامتحان ساعتين أوكي معروف أن الامتحان ساعتين مثلا يعني أيوة بس الأسئلة هتيجي صعبة أو سهلة مش عارف هيجي كم سؤال مش عارف من اللي حط الامتحان مش عارف طب هتيجي في أسئلة انت مذاكرة ولا لا برضو مش عارف طب ليه تحط توقع سلبي لو قلق وتقلق نفسك والقلق ده أصله بيسحب اللي انتباهه التركيز زي ما قالت لحضرتك وبيخليك بتركز في أفكار وهمية مش في المذاكرة أو في الامتحان يعني فعايزك برضو تتطمن إنه الوقت مدروس من قبل اللجان مختصة برضو إنه حسب صعوبة الأسئلة وطول الأسئلة يعني فيه اختبارات اختبارات قوة بتقيس مادة تحصل للطالب وفيه اختبارات سرعة دي بتقيس قديها هتخلص يعني فكل يعني سؤال محطوط له زمن محدد الطالب المتوسط تقدر يخلصه فيه فبالتالي لو عندك خمس أسئلة مثلا ويتفرع منهم ألفه به فمحطوط لكل جزئية زمن محدد تقدر إنك انت كطالب متوسط تقدر تحل الامتحان فيه فبرضو ده مجرد وهم وقلق وفكرة سلبية غير منطقية على الإطلاق فالوقت إن شاء الله هيكفي والامتحان يجي في ضوء الطالب المتوسط فما تقلعش طبعا بتبقى فيه برضو فكرة تانية سلبية بتبقى كفيروسات في أدماغة الأولاد ممكن الفيروس ده يدمر الملف النفسي أو الملف العقلي للطالب تماما يعني فكرة مثلا نقولك إن أنا قبل الامتحان بالذات يقولك أنا حاسس إن أنا نسيت كل حاجة برغم أنهم مش بدئين من حتى يعني عشرين تسعة ولا من أول عشرة ولا لا ده بدأ أحيانا من سبعة وتمانية يعني من الأجازة بدأ لغاية شهر ستة مثلا ولا شهر خمسة للامتحان فيقولك أنا حاسس إن أنا نسيت كل حاجة لا ما تقلقش ده إحساس وهمي إحساس غير حقيقي لأن المخ إذا تشد بفكرة ما يرجعش زي ما كانت المخ طالما ذكرت حاجة فهو سجلها بهذا الشكل يعني كل ما هناك لما هتدخل للامتحان حيجي المثير ولد الاستجابة وكأن نقطة ضوء حتيجي كده من الامتحان على جزء معين في الدماغ في المنطقة اللي أنت بخزن في العلومة على طول حتيجي وتركز فيه ده بالتحديد يعني فاطمئن إن الله لا يضيع عجر من أحسن عمله وليس الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى يعني